موسيقى موجز العاشرة يأتيكم من الجزائر الدولية الإخبارية إنما كنتم مرحبا بكم في المستهل استشهد فلسطينيين الاثنين إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس وفاد مدير المدير وقول الإسعاف والطوارب بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل باستشهاد شابين محمد جينيدي أبو بكر ومحمد ناصر سعيد الحلاق برصاص الاحتلال بعد وصولهما في حالة خطيرة جدا إلى مستشفى نابلس التخصصي وروفيديا الحكومية في الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين في كل من حارة القريون داخل البلدة القديمة وشارع فطائر بنابلس اخترقت أربع طائرات تابعة للجيش الصهيوني الأجواء اللبنانية من فوق البحر غربية مدينة جبيل شمالية العاصمة بيروت وصولا إلى بلدة شكا جنوبية عاصمة الشمال بيان للجيش اللبناني أفاد بأن الطائرات الأربعة اخترقت الأجواء لمدة خمس دقائق وغادرت باتجاه البحر غربية بلدة شكا وأضاف المصدر ذاته أن موضوع الخرق يتابع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أكدت أطراف الاتفاق الإطري في سودان أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي مرهون باستكمال حل القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكرية وذكر خالد يوسف عمر الناتق الرسمي باسم العملية السياسية النهائية إنه لن يتم التقيد بتاريخ السادس من أفريل الجارية المحدد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وضف يوسف أن كل الأطراف تجتهد للإفاء بهذا الالتزام لكن إذا استدعى الأمر المزيد من الوقت فسيتم تحديد موعد جديد باتفاق الأطراف أعلنت مجموعة فاغنر الروسية المسلحة الإثنين سيطرتها على مبنى بلدية بخموت وأكدت أنها باتت تسيطر على المدينة بالمعنى القانوني من جانبها نفت هيئة أركان الجيش الأوكراني سيطرت المجموعة الروسية على المدينة وأوضحت أن قوات الدفاع الأوكرانية تسيطر على المنطقة ولتزال صامدة مشيرة إلى أنها صدت الكثير من الهجمات تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان الاثنين مناورات بحرية مشتركة وسط جهود لتعزيز الردع ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية وحسب بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فإن تدريبات البحث والإنقاذ المضادة للغواصات ستجرى لمدة يومين بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس نيمتز في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو الجنوبية وتأتي هذه المناورات المشتركة في الوقت الذي كشفت فيه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عن الرأس الحربي النووي التكتيكي هوسان واحد وثلاثين واختبار سلاح نووي تحت الماء نهاية والموجز مزيد من الأخبار تتبعونها على مختلف من نصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة